هنروح للأمر الثاني وأمر يعني مهم جدا مستر فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر حضرتك مهنتك على المدفع ايه؟ انت حضرتك التايتل اللي جاي بيه تشتغل بيه ايه؟ انت حقك مش جاي المسمى المدير الفني لمنتخب مصر؟ ولا جاي حضرتك جاي تلعب دور الوسيط بين الأندية؟ ولا جاي حضرتك حلال المشاكل؟ ولا جاي النهاردة تتابع الأندية علشان تنتقي لعبين عشان تاخب مصر استغربت قوي من كلام الاستاذ او الدكتور يهابي الكومي عضو مجلس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في تصريحاته وهو بيقول ان مستر فيتوريا بيلعب او بيقوم بدور الوساطة بين النادي البرتغالي وبالنادي الزمالك علشان يحل مشكلة القيد فانا استوقفني هذا الامر ازاي؟ هو انت حقك كمدير فني للمنتخب دورك انك تحل مشاكل الأندية ومشاكل القيد ويا ترى مستر فيتوريا بعد ما تحلله مشكلة القيد هترشح اللعيبة لا تروح نادي الزمالك في يناير كمان ولا حضرتك جاي عشان تتابع الأندية من المدرج وتتواصل مع المدير الفنيين جاي تتابع المحترفين مرموش وترزيجيه ومحمد صلاح مصطفى محمد والنني ولا جاي عا تلعب دور الوساطة بين الأندية علشان تحل مشاكل الأندية لازم تحدد انت النهاردة مدير فني لمنتخب مصر مش لنادي ديك حرية اختيار اللعبين كلنا في ظهرك لما بتختار لعيبة لما لعيب بيخطئ بنطلع كلنا نقول اللعيب خطأ منتخب مصر الأول لكن هنا احنا بنوجهك وبنقول لك السكة اللي حضرتك ماشي فيها دي سكة مش مظبوطة انت النهاردة اسمك المدير الفني لمنتخب مصر مش مدير فني لنادي لما تبقى مدير فني النادي قدر بقى ساعد النادي حل مشاكل القيد حل مشاكل المدينية عنده اعمل ما بدالك لكن النهاردة انت مدير فني لمنتخب مصر علشان كده اتمنى السادة اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم يعدلوا طريق مستر فيتوريا علشان محتاجين الكرة المصرية تتوحد دخلين على معترك مهم كأس الامم الافريقية وتصفاد كأس العالم بلاش نشرت برة طريق الصح لازم تبقى المصطرة واحدة يا مستر فيتوريا لكل الاندية اتمنى